بسم الله الرحمن الرحيم مسائل خيرة على كل مشاهدنا الكرام النهاردة يا جماعة هنبدأ نشرح معاكم عن غسلات الويتويل الفرونت او بمعنى اصحي الغسلات الويتويل الاوتوماتيك زي ما حضراتكو شايفين ده شكل غسلات هنا قدامكم في منها 3 احجام 6 كيلو و 7 كيلو و 8 كيلو و 9 كيلو انا اسف لحضراتكو هم 4 احجام مش 3 احجام زي ما شايفين هنا كده ده وزن 8 كيلو و 9 كيلو طبعا يا جماعة شركة ويتويل من الشركات المحترمة ومن الشركات النظيفة الموجودة في السوق الغسلات الويتوماتيك بتاعتها امكانياتها عالية البرامج بتاعتها نظيفة المطور بتاعتها بيبقى طايلندي التقفيل بتاعتها بيبقى محلي بمعنى صح بيبقى مصري عدد اللفات بتاعتها بتبقى 1400 لفة فيها 13 برنامج هنبدأ نشرح معاكم الساعة 8 كيلو و 9 كيلو هنبدأ نقرب كده عن الغسلة هنبدأ نشوفها زي ما حضراتكو شايفين هنا كده دي لوحة المفاتيح بتاعت الغسلة الغسلة طبعا فيها 13 برنامج فيها برنامج للحرير برنامج للصوف فيها برنامج سريع فيها برنامج لغسل الأطفال برنامج للجنس برنامج متنوع فيه برنامج للألوان لو حضراتك عايز تعمل الألوان معينة بس فيها برنامج كمان للعصر الوحده يعتبر من هي الغسلات الأوتوماتيك الوحيدة اللي فيها برنامج عصر فقط انك ممكن تشغل الغسلة عن طريق العصر فقط وهذه طبعا زي ما انتو شايفين الشاشات ديجيتال البتاعت النهاردة هنقولكو عن كل مميزات الغسلة وكل امكانياتها طبعا كده ده الشكل الغسل من بره زي ما حضراتكو شايفين نبدأ نفتح الغسلة ونبص عليها من جوه دي ساعة التمانية كيلو عدد اللفات بتاعت الغسلة هنا بتبقى 1400 لفة في الدقيقة وقدر تحكم فيها زي ما انا عاوز ممكن اخليهم 400 لفة من أجل 600 لفة 800 لفة و120 لفة طبعا الحالت بتاعتها البتاعة استيلث الغسلات الوطوماتيك عموما بطبقة حلتين حلة داخلية وحلة خارجية هنا الحالة الداخلية بتاعتها بتاعتها بتبقى استيلث و الخرجية بتاعتها بطبقى استيلث المفصلة بتاعت الباب هنا بتبقى حديد مش الامونية بمعنى وصح ان احنا ممكن نقدر ان نشيل الغسلة من الباب ذات نفسه بيبقى التحمل ببتاعتها بيبقى حاجة متينة ومحترمة ونضيفة يعني مثلا عشان للأطفال للطفل مثلا تزق باب الغسالة أو حاجة فنقدر ان احنا يعني الغسالات الويتويل أو شركة ويتويل عمتا بتعمل المنتج بتاحها كله مستورد بس بتقفل هنا في مصر يعتبر زي الـ LG بالزبط نفس إمكانات الـ LG طبعا فيه ناس كتير بتشتكي من صيانة ويتويل وخدمة ما بعد البيع بتاعتها بس هما النهاردة ابتدوا يجيبوا الإدارة بتاعتها من بره فهيبتدوا يزبطوا الصيانة بتاعتها وابتدأت ان الناس تشكر في الصيانة بتاعتها طبعا زي ما قلنا الامكانيات بتاعتها هنا حلة دخلية وحلة خارجية ستلس فيها 13 برنامج طبعا البرامج اللي في كل الغسالات Automatic موجودة فيها فيها برنامج العصر اللي احنا قلناك ده البرنامج الزيادة فيها برنامج لغسالات زي حذك بدل ما تجيب غسالات أطفال فيها برنامج لغسيل الأطفال وطبعا فيها برنامج حماية الاطفال لو اي طفل يليعب في الزرار بتاع البرنامج وهو شغال يقدر ان هو البرنامج دوت ما يخليش الطفل يغير اي حاجة في البرنامج وطبعا فيها حاجة تاني لو وإحنا مشغالين الغسالة مثلا النور الكهرباء او الكهرباء بتاعتها قطعت في غسالات اوتوماتيك او في مركاج كتير لما النور بتاحها بيجي بتبدأ تعيد البرنامج من اول وجديد غسالات وايت ويل بتبدأ تعيد عن الدقيقة اللي هي وقفت فيها طبعا قلنا 1400 لفة الدمان بتاحها بيبقى 3 سنين بس مش خمس سنين طبعا ده مشكلة بتقابل الناس كتير بس سوى الدمان بتاحها الصراحة بيديك دمان 3 سنين عشان هو ضامن المنتج بتاعه طبعا الدجتال بتاحها هنا هو زي ما احنا حضراراتكو شايفين بيبقى النظام بتاحها نظام زراير مش نظام توتش ده مزد من غسالات الوايت ويل ان كل النظام بتاحها بيبقى زراير مشتطش ده حضراراتكو وزن التمانية كيلو دي التسعة كيلو ونفس هي هي البرامج بالزبط ونفس عاد اللفات بس بزيد في الحجم شوية ودي الحلة بتاعتها طبعا اسعارها التمانية كيلو بتبقى عاملة ستة ربعمية وخمسين والتسعة كيلو بتبقى عاملة ستة سبعمية وخمسين الفرق ما بينهم بيبقى حاجات بسيطة السبعة كيلو برضو بتاعتها هيت زي ما حضراركو شايفينها هيت نفس الشكل وكل حاجة بس بيقل عنها ان هي مفهاش الباغة اللي بتبقى على الباب بس نفس عدد اللفات نفس البرامج نفس الامكانيات بالزبط نفسه كل حاجة وبتعمل 5650 زي ما حضراركو شايفين ده شكل الغسلة من بره دي السبعة والتمانية كيلو والتسعة كيلو هي هي البرامج في كل حاجة ما بتنقص حاجة التلاتة 13 برنامج 1400 لفة في الدقيقة نفس هي هي البرامج سعة الحلة بس اللي بتزيد السعر بتاحها بيبقى متهاون ده شكل الدرج بتاحها ده شكل الدرج المسحوق بتاحها زي ما حضراركو شايفين اهوت دي حالة السبعة كيلو ده الخرطون بتاع المية بتاحها الدمان بتاحها زي ما احنا قلنا تلات سنين زي ما احنا قلنا الدمان بتاحها تلات سنين ده الدمان هو بتاع الوية تويل شهدت الدمان بتاعتها رقم السيانة بتاحها 1918 الوكيل بتاحها في مصر باسمه مصر الالكترونيات ده الوكيل الوحيد بتاحها زي ما حضراركو هنا شايفين هابده اوضحها لكو اكتر ما عليش انا اسف لكم دي الشروط العام بتاعت الدمان كده شرحنا لكم يا جماعة المنتجات بتاعت ويت ويل الغسلات اللي هي الفرونت او الوتوماتيك زي ما احنا قلنا ودي الاشكال بتاعتها والاحجام بتاعتها وزي ما قلنا اسعارها بتبقى حلوة متروجة في السوق وموجودة ومتوفرة وقطع غيارها كمان بيتبقى حلة كده شرحنا لكم كده الثلاث مأساب بتاعت الغسلة بس الستة كيلو معلش مش متوفرة فمعرفتش اشرحها لكم الف شكر ولو في اي تعليقات او اي استفسارات استنى حضراتكو في التعليق ولو عايز يوصل لك كل جديد ما تنساش تفعل زر الجرز واتدوس لنا لايك شكرا